أعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني وضع خطط لتوفير فرص العمل للمرأة من أجل إبعادها عن شبح البطالة رئيس الوزراء وقلال حضوره مهرجان سيدات الأرض أكد أن الحكومة لن تتراجع في الدفاع عن المرأة ضد كل أنواع العنف مبينا أنها ستدعم كل تشريع أو قانون أو مبادئ عامة تدافع عن المرأة مهما كان نوع التهديد لها ومصدره مشيرا إلى أن الحكومة تفقر بأنها تشهد عددا مهما من النساء وهن يتصدين للقيادة في جميع جوانبها التنفيذية والتشريعية ابتداء من الوزارات وصولا إلى أصغر المسؤوليات وهو أمر لم تشهده أي حكومة سابقة لافتا إلى أن هذه الدورة البرلمانية شهدت وصول 97 أمرأة إلى مقاعد البرلمان وهو عدد غير مسبوك تجاوزت به المرأة حصتها من الكوت النسائية التي تبلغ 83 مقعد ما يؤكد أن المرأة باتت مصدر ثقة للناخب العراقي ترجمة نانسي قنقر